رحبت مصر بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي عن كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي والمستشار عقيل صالح رئيس المجلس النواب والمشير خليفة حفطر القائد العام لقوات المسلحة الليبية وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية ثمنت مصر ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني الليبي وكذلك تولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6 زائد 6 بعد استكمال أعمالها بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمصار السياسية